اشتركوا في القناة ومن الجزائر أيضاً الشقيقة وفلسطين مزمجوش باقي الفلسطين عادة يجيب إن شاء الله مرحباً بكم في بلدكم الثاني ومرحباً بكم في مؤسمر شعيفة العدالة والتنمية وموليطانيا أيضاً موليطانيا العزيزة طبعاً وسيلتحق بنا غداً إن شاء الله الإخوان في فلسطين إلا أن الإخوان في سوريا للأسف تعذر عليهم الحضور بيننا ولكن قلبهم إن شاء الله معنا وقلبنا أيضاً إن شاء الله مع إخواننا في سوريا وهي فرصة لنجدد دعمنا للطورة السورية وللشباب السوري في معركته من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق وأسمحوا لي أيضاً في البداية أن أجدد أيضاً الترحيب وأجدد التحية لأخي وصديقي المناضل عبد العالي حميددين لكي نقول له جميعاً بأن شبيبة العدالة والتنمية وحزب العدالة والتنمية ومناضلي العدالة والتنمية يعني كنقوله صعب في الهضم رباشي سهل باشتاكلهم وكما وقفت شبيبة العدالة والتنمية وتتذكرون جميعاً ورفعت شعار كلنا جامع المعتصم في كل مدن المملكة بمهرجانات ووقفات احتجاجية واستعداد للتضحية اليوم أيضاً شبيبة العدالة والتنمية مستعدة لكي ترفع شعارها كلنا حميدين في كل مدن المملكة كلنا حميدين وكان قولوا لهادوك الناس اللي بغوا يفتحوا هذا الملف ديال من قتل أي تلجيد من قتل أي تلجيد رحمة والله إذا كان دارشي حاجة لأشي ترحم نطلبوا لي نحن الرحمة من المسلمين أنا كيذكرني كما الاتحاد الاشتراكي فاشي الله طلعو هما يرفعوا تنية هما الآن فاشطلع حزب العدالة والتنمية ومن قتل المهدي من بركان مع فارق طبعاً حتى طلع السي مصطفى الرميد عاد بغوا من قتل المهدي بن بركان ومن قتل بن جلون فيكنتوا هذه 15 سنة وأنتم في وزارة العدل وأنتم في الحكومة فيكنتوا 50 سنة وأنتم تتنوبون على تدبير الشأ العام الذين يقتلون المهدي بن بركان وعمر بن جلون وأي تلجيد وغيرهم من مناضلين هم رفاقه أم أصحابه لأنهم يوظفون ذمه وروحه وجتته في معارك سياسوية ضيقة وهذا وهذا هو على شرف أننا الشعار لا سياسة بدون أخلاق اليوم أصبحنا نصطدم بناس يمارسون السياسة بدون أي قيم بدون أي أخلاق ممكن يستعملوا أي وسيلة حتى ولو كانت دنيئة وأنا كان أعتبر أن التوظيف ديالدماء ديالناس توفاوا والروح ديالناس توفاوا هي وسيلة حقيرة ودنيئة لأن أي تلجيد وعمر بن جلور من المركة ماتوا هذه سنوات كون بغوا يعرفوا شكل قتلوا كون فتحوا الميرفات دياله ومش حالة دي ما شي دابال للعدل والتنمية في المسؤولية وكيف من فتحوا الميرف ديال أي تلجيد وبغوا يمتحوا الميرفات اليوم كنتسمعوا أصوات نشاز كتدعي وتطالب بمحاكمات ومتابعات ومحاسبات الحزب العدل والتنمية الذي يقود الحكومة بعد سنة ونيف سنة وبدعة أشهر نحن مع ذلك نقول لهم ولأن حزب العدل والتنمية حزب ديمقراطي ولأن حزب العدل والتنمية حزب ديال الشعب ولأن حزب العدل والتنمية فيه مناضلين شرفة ومخلصين مرحبا بالمحاسبة مرحبا بالتقليم ونحن اليوم في محطة أساسية ماشي محطة أساسية بالنسبة لشبيبة العدل والتنمية لا محطة أساسية على المستوى الدولي على المستوى العربي على المستوى الإقليمي على المستوى المحلي على المستوى الحزبي أيضا تتطلب منك مناظلين شرفاء ننتمي إلى هذا المدرسة وهي المدرسة العدالة والتنمية مدرسة القيم مدرسة الأخلاق مدرسة المبادئ أن نكون حذرين ويقيدين ونعرفو المعركة دينا أين يجب أن تتجه نعرفو ما كونهما الأعداء دينا هذه المسيرة دينا الإصلاح ما كونهما الأعداء الحقيقين دينا هذا البلاد ونبغي نقول لكم ونحن ندعو أنفسنا وندعوكم لكي تتجندوا نذكروا أنفسنا أيضا بمصارينا نذكروا أنفسنا أيضا بالمنهج الذي اعتمدناه ما غير يخلوناش وما غير يدفعوناش أننا نمشيوا للتطرف وما غير يقدروش وما غير ينجحوش أنهم يدفعوننا لأننا نتبنوا خيارات لم نكون في وقت أو في يوم من الأيام نؤمن بها هذا الحزب وهذا الشبيبة كيف تأسس؟ تذكرون أن الشبيبة العدالة والتنمية كما ذكر أخي سابقا عمرها 12 سنة قبل 12 سنة لم تكن شيئا يذكر وقبل 30 سنة لم يكن هناك حزب اسمه حزب العدالة والتنمية كان فقط تل من المؤمنين واحد شوية للإخوان يجلسون في البيوت يقرؤون القرآن يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتضبرون حال بلادهم حال أمتهم يتألمون ويتأملون ويتساءلون ما الذي يمكن أن نفعله لبلادنا كيف يمكن أن نساهم في إصلاح وتغيير بلادنا ومن الفكر أنه من خارطة في الحياة منع منع من تأسيس جمعية منع من تأسيس حزب منع من تأسيس نقابة ولكن هم قبل ذلك أسسوا المنهج أسسوا الخيار الذي سيبنون عليه هذا الحزب قالوا هذا الحزب سيكون حزبا للوسطية سيكون حزبا للاعتدال سيكون حزبا بمرجعية إسلامية سيكون حزبا يعتمد سنة التدرج سيكون حزبا يشتغل من داخل المؤسسات وبالمؤسسات سيكون حزبا يشتغل أيضا مع الملكية ووضعنا هذا الأسس ووصطرناها بدين الحياة دينا هذا الحزب الذي لم يكن شيئا يذكر قبل 30 سنة الذي كان جلسات وهذا الشبيب التي لم تكن شيئا يذكر قبل 12 سنة هو هذا النجاح الذي أنتم فيه اليوم هو هذا المئات من البرلمانيين هو هذا العشرات من الوزراء هو هذا الحزب الذي يقود الحكومة هو هذا الحزب الذي يعرفه الصغير والكبير والقاسي والداني ليس فقط في المغرب بل حتى خارج المغرب ويعتبر نموذجا يحتدى هو هذا الشبيب الرائد القوية لعند الألاف من الأعضاء وهذا النقابة والجمعيات والإخوان والأخوات والرائدات والتخيم هو هذا المشروع الكبير انظروا كيف استطاع في عشرات السنين في 30 سنة أن يصبح هذا الشيء الكبير باش؟ بهذا المنهج الذي تكلمنا عليه في السابق المنهج الوسطية والاعتدال اختارنا فعلا أن نكون قاربين من المغربة قربين منهم روحا وكيانا ولكن قربين منهم أصلا هوية قيما أخلاق تبنينا فعلا القيام دي المغربة والثقفة دي المغربة وتبنينا التمغربيت والمغربة اختاروا حال هذه الإسلام ما غيريش اليوم واحد باشي زيد علينا بشي حاجة أخرى المغربة اختاروا حال هذه الإسلام وآمنوا بالإسلام هذا النموذج الإخوة والأخوات وهذا الخيار الذي اخترتموه شدوا أو عضوا عليه بالنواجد كيف موصلكم اليوم ووصلنا جميع لهذه المحطة ولهذه المرحلة هو الكفيد بأن يوصلنا ويوصل أمتنا وبلدنا إلى أشياء كثيرة إن شاء الله نحن موقنون أن حزب العدالة والتنمية سينتصر علش سينتصر بهذه المرجعية وبهذه القيام كنوا موقنين موقنين ومؤمنين أن حزب العدالة والتنمية والمشروع دينا دينا للإصلاح رغم كيد الكائدين غنشوا ورغم كيد الكائدين غنحقوا الإصلاح المنشود لبلدنا ولوطننا ولأمتنا لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرى من أحسن عملا لا يضيع أنك إيضا بسبب الاجتماع دينا ولماذا اجتمعنا نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين ومهما بتغينا العزة في غيره أدنى من الله سبحانه وتعالى ما غنطوش عليكم لأن عندي رسائل كثيرة إن شاء الله ستكون غدا فنبغيتش تخلط لي مع الرسائل اللي دوزت اليوم وما زال عندي معكم حصاص أخرى مهم اليوم اللي بقت لي معكم ونخرج قاعدكم الرسائل اللي عندي فتحية لكم إخواني وأخواتي وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته